مدينة الشهداء والتي قدمونا إياه من مواد غذائية وعينية وملابس وأحذية جزائهم الله كل خير عنا وعن المسلمين وبارك الله فيهم تخلى للإفطار عدد من الفقرات أبرزها فقر الطاقم شبكة عروبة الإعلامية من خلال رسم الفرحة على شفاه أطفال وأبناء شهداء الخليل حيث كان الحضور ملفتا وكبيرا الإفطار هذا هو جزء من النشاطات تبعتنا السنوية لنعمالها في الجمعية من زي عنا التوزيع الطرود الجذائية في رمضان في عنا الإفضارات هاي في عنا رحة العمرة كانت قبل شهرين طلعنا بصر حلة عمرة في عنا إن شاء الله ندعو لأهل الخير إنهم يساندون في مشروع الأضاحة وتوزيع الأضاحة إلى أسر الشهدين إن شاء الله وتستمر الخليل في عطائها وكرمها لرسم الفرحة في هذا الشهر الفضيل ولتعبر عن روح التكافل الاجتماعي والأخوي الذي لا طالما تميزت به محافظة الخليل لتشكل الخليل منارة الكرم والعطاء وروح الأخوة والمحبة لشبكة عروب الإعلامية عمر فطفط